اشتركوا في القناة نجمة الريف اشتركوا في القناة 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 طحين 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 370 قرم زبدة 30 قرم طحين 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 ملح الملحة يحرسون هذيك الحلوة وها زيتة الزبدة تخرجوها قبل تلاجة تكون لديكم خارج تلاجة تجعل سهلتا بهاد الحلوة زبدة لينا ونبقى مستمر معكم بهذا الطريقة تخرطم زيان الزبدة لكي تحرطوها برطباق لكي تسهلتا بهاد الحلوة الزبدة تقوم بخلط تلاجة نضيف الجوش كيسان وختارة بضوء نضيف الجوش كيسان ترى هذيك الماء أعضف جوش كيسان يجب أن تحصل على كمية صغيرة يجب أن تحصل على أربع الأشكال نضيف ثلاثة البيضات يكون الحجب كبير نضيف طحين نضيف طحين نضيف طنجرة نضيف طنجرة نضيف طحين نضيف طحين اشتركوا في القناة ممكن تشكلوا غي كويرة وصافية ستعدلوا من الحلوة لكم المهم المداق والعجين كانت تجيه شاشة تبارك الله أما المرشم ماشي مشكل هل تشوفوا معي هذا هو الشكل الأول دخصنا نحصلوا عليه هاي الأخوة دي تبارك الله بنتي هي اللي غيتعدل معكم هذه الحلوة كما تشوفوا معي قلتلي أمام أنا غير نشارك معك هذه الحلوة ونقول لي علي شلما ما بنتيه أول شكل ثاني تبارك الله دي بغن نقرر لكم باش غيرتعدلوا عنده هنا طمر مطحون معجون طمر قدرت معه شوية قوقة ومقلية ومهرمش باش تحصل على ذلك الكويرات قدرتهم بكويرات صغر دي بغي تديرهم في الوسط دي العجين بهالطريقة الفكرة دي لها هي قلتلي ماما أنا نعدلها بهالطريقة قلتلي علي شلما اللي عجباتك ديريها هالطريقة جات زوينة بزاف شكل راقي شكل كيجي زوين بزاف ودبقى تعدله بهالطريقة كدير كويرات دي بعندي هنا واحد المرشم انت على العود غايتشوفوا دي با الأخوات ديالي ها هو المرشم دي عندي درت له بلاستيك السلوفان باش بتلسقش العجين بها الطريقة قد ضغط عليها كم زيان باش تاخد لنا تاخد الحلوة هذك هذك المرشم هذك الشكل دي الرشم اللي في هذا المرشم بها الطريقة تبقى غيب المهد غدا غيب المهد بها الطريقة طريقة سهلة جدا ولكن الشكل كيجي راقي جدا كيما كتشوف معايا هذا هو الشكل اللي بقت هذا هو الشكل اللي بقت غدا غايتشوفوا بعدها كيما كنتشوف معايا الأخوات ديالي نفس الشي بعدها عندي هنا واحد المرشم ديال العود كيما كنتشوفوا معايا درت له بلاستيك الغذائي بنتي هي اللي كتعدله بعدها هي اللي بغا تعدله بعدها هذ المرشم عود كذلك عود نفس الشي بعدها كيما درنا في اللور تبقى بها الطريقة تقربوا معاكم تبقى بشكل الرابع هذا هو الربعة لدي هنا بشكل أشكال نبقى بها الطريقة حتى نسى ليكون الكيمية لالعجل اللي عندي هنا هنا عندي هنا 4 الأشكال وحد الشكل اللي بغيش شكل كوي يرات صفي عادي تبقى بشكل أشكال كيما كتشوفوا معايا تبقى بشكل أشكال كيجي يزوين بزاف هيا تبقى بشكل الحلوة دينا بعد ما كمت كل شيء كرشمتها كل شيء وقد خلنا الفران تحمرات بشكل خدّات لنا هذ اللون الدهبي كيم ما كتشوفوا معايا وتبقى بشكل حلوة دينا بقات محافظة على الرشم ديالها هنتم مكتشوفوا تبقى بشكل هجلت محمرة ملتحت ومن فوق خدت لنا ذيك اللون الدهبي كيم ما كاتشوفوا معايا وديب ان شاء الله غيندو زول طريقات باش غدينزينوها طريقة تزين اختيار ممكن تخذي وغيها كامب لما تزينوها وخا ولكن كما تشوفوا معي محافظة على هذيك رشب بشر رشب منها تبارك لك جيزوين بزاف بسم الله على بركة الله سنزينو في الحلوة هي يا بنت هي اللي ستكمل معكم هذه الحلوة تزين نضيف مفيتر بالطريقة تأخذها غيش ويجد كون فيطير مربع نديروا في قوقا ومقليا ومهرمشة حيث تبار كلا هاد القوقا ومن كتقليوها وكتهرمشوها تجي تبار كلا هديدة بزاف تحتيني واحد المدق كيجي رائع ونبقا مستمر معاكم بهالطريقة نضيد معاكم معاك باش تفهموا كيفاش غادين عند الله هاد الحلوة تزين ومدائما تزين اختياري ماشي ماشي ضرورة تزيلوا بهالطريقة ممكن قد تخلي وغيها كاكوها تبار كلا كاكوها تجي رائع جدا انتو ماشتو معايا الشكل ديالها بقا محافظة على الشكل ديالها يعني ممكن تقدموا وغيها كاكوها معا تبار كلا كاكوها جيدة بزاف المدق المدق كيجي رائع اكتر من رائع كذا يقدم ادير ويعود هنا يا قاو قاو مهرمش وهالطريقة نقام استمرنا معاكم حتى تسالي هاد الكيمية اللي عنده هنا يا ديل هاد الشكل اتباعو الزيت ويستطيع نضيجه الشكل التاني بعد ما دوبنا هنا الشكلات بعد ما دوبنا هنا اضفنا لها جوج من العلق ديال مائدة وحركناه مزيان ونبقى نديره في الحلوة ديالة بها طريقة وتبقى تبقى 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 ماذيك الزائد ديال الشوكولات وتمسعهاك بها الطريقة باش تقرع كورش هذيك الزائد داع الشوكولات وتحطو هنا يا فوق ورقة الزبدة نبقى وغاديين بها الطريقة حتى تسري كذلك عود هاد الكيمية اللي عندنا هنا يا ديال كويرات هذي شكلناهم على شكل كويرات عادي كذلك جيب الفرشيت باش ما تاخدوش معها لك لعطول بالمعلقة كتاخدو مع ديك الشوكولات ولكن احسن الطريقة بالفرشيت هكا وتقرع ديك الزائد ديال الشوكولات بهالطريقة غادي بها الطريقة حتى كذلك نسى الكيمية ديال الحلوة ديال الكويرات اللي عنده هنا يا ديال جيب شو يد القوقاو مقلية ومهرمشة باش غادي تتزينها الفوق بهالطريقة بهالطريقة تبارك الله كتعتي لها واحد لمنظركه جي رائع جدا هي اللي بغا تتشكي اهو الشكل تالت بارك الله عود كذلك غادي نزيله بسكور غلاسي هذا بهالطريقة نشو علي السكور غلاسي كما كتب مع الاخوات ديالي عندي هنا يا شكولات البيضاء بعد بدوبناها ضفنا لها شو يد زيت المائدة غيم غادي نزيله منها الحلوة ديالي بها الطريقة ونبقى نقلعها بالفورشيت غادي نبقى غادي معها بها الطريقة حتى سلي كورش الكيمية اللي عندي ونحط هنا يا فوق ورق الزهداء طريقة سهلة جدا نبقى بستمر معكم حتى سلي كورش الكيمية اللي عندي ان شاء الله كما كنتم مع الاخوات ديالي بعد ما زيني هات الحلوة ديالنا بشكورة البيضاء ده بغادي نزيله بالشكورة بالاسود بهالطريقة وهو تبارك الله الشكل نائي ديال الحلوة ديالي تبارك الله كجي كجي رائع جدا بعجينة وحدة حصلنا على ربع أشكال عدلنا به بلاتو ديالنا كي ما كنتشوفه معايا بلاتو خرج تبارك الله الغزال وokie هي تبارك للأخوات دياله بالشكلش باشي اعدلنا اليوم حلوة دياله وبزينها تبارك الله كي ما كنتشوفه معايا على جل هنا واحدة ولكن تبارك الله أحصلنا على أشكال مختلفة啥kk رائعين جدا في الشكل كي ما كنتشوفه معايا كنتم للأخوات ديال الخاصفة اليومات الاجبديالكم اتجربوا ان شاء الله احتسوا صفاء اخرى ان شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته